استعرض رئيس الهيئة العليا للانتخابات في العراق مع نالهيتي خلال الصدافته في برنامج نبض البلد والتي ستعرض الليلة كاملة بعد نشرة الأخبار استعرض استعدادات المفوضية العليا لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 12 من أيار المقبل بالتأكيد أي عملية انتخابية وخصوصا في العراق لما شاهده من أحداث هناك في بعض المناطق تشهد عدم استقرار أمني لكن بفضل سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع قصبات وأحياء المحافظات التي كانت عصابات داعش مسيطرة عليها اليوم لدينا تخطيط عالي المستوى مع اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وكيل وزير الداخلية في العراق والقادة الميدانين الأمنيين اللي هم قادة العمليات في كل محافظة لدينا قائد عمليات هو يشرف على عملية تأمين مراكز ومحطات الاقتراع ضمن الدائرة الانتخابية بالتشاور مع مدير عام مكتب المحافظة الانتخابي